قال المتحدث باسم شرطة بودلاسي البولندية توماس كروبا إن مجموعة كبيرة من المهاجرين أقاموا معسكرا على الجانب البيلاروسي من الحدود متهما السلطات البيلاروسية بتزويد المهاجرين هناك بقنابل صوتية لإلقائها على الشرطة البولندية بالقرب من معبر بيلاروسي الحدود أقامت مجموعة من المهاجرين معسكرا الخيام مكشوفة وهناك حرائق مشتعلة وكانت السلطات البيلاروسية توزع لهم الطعام لذا نقول دون تردد أن السلطات البيلاروسية متورطة في توزيع القنابل الصوتية للمهاجرين لأنها ليست شيئا يمكن شراءه من ناصية الشارع لابد أن شخصا ما أعطاها لهم وحتما إذا سقطت الحجارة على رؤوس رجال الشرطة البولندية سيكون الرد بخراطيم المياه وهذا ما حدث بالفعل